الوقت فيه الاب او الولي او الوكيل اللي يقعد يتكلم مع ابن فتقول له مش عايزاه فيقول له طب ما انت مش قليل لأي سبب منطقي هو كده والموضوع منطقي طالما انا مستمع منك اسباب منطقية يبقى خلاص والجوازة دي هتتم يعني هتتم هل ده صح ولا غلط شوف يا سيدي يبقى الكلام مع انه اصلها صغيرة مش فاهمة مصلحتها اه هاولي ستك يعني من باب حتى الحياة تطبيقية اولا هنبدأ بالقدوة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله لما سيدنا عالي بن ابو طالب بنو هاشم اه يعني طلبوا منه ان يذهب لخطبة السيدة فاطمة الزهراء بنت حضرة النبي صلى الله عليه وآله اه كان طبعا النبي اول ابن امونينا بن انفسه كان ممكن ان يبقى على طول لكن النبي دخل الى السيدة فاطمة قال ان عليا يذكرك ان عليا ايه يذكرك وتم الزواج فالرسول اول اه في جميع بناته على فكرة كان يوضح لهن الزوج ما كانش الرسول عليه الصلاة والسلام ياتي بأمر سيادي الزامي لبناته رضي الله عنهن ابدا يعني ما تجي تشوف زواج ستينة زينب الكبرى ستينة رقية معايا حضرتك ستينة فاطمة الزهراء لا كان كل ستينة امو كلسوم لانهم اربع بناء يعني زينب الكبرى ورقية وهم كلسوم وفاطمة اصغرهن سيدة فاطمة رضي الله عنهم اجمعين لكن الرسول عليه الصلاة والسلام طبق الشرع فيه فكان يخبر الواحدة من بناته بالخاطر والله قد تقبل او قد لا تقبل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يترك لهن الحرين يا سيد الدرجة ان ستينة زينب الكبرى عليها رضوان والله لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في الصورة الممتحنة ولا تمسكه بعصم الكوافر فكان العاصي زوجها وابن خليته جاء الى يسرب وقال بقى ام ازور زوجتي بس بعد رسول عليه الصلاة والسلام ما امر زينب بان تعتزل ولا تمكنه فالمهم طبقا يرى اولاده قد تبه الحضرتك لان هي خلفت امامة وعلي رضي الله عن الجميع المهم دولات زينب الكبرى الشاهد يا سيد الكريم من رسوله السلام هو بس برفق قال لستينة زينب الكبرى بنته لا يخلص اليك بس تمام يعني كان الامور فيها اقناع فلما نيجي بقى المسألة ودي انا يعني ما عليش دعني وصرحك انت عارف تعودت الصراحة اولا احنا في مصر بنعاني من اعراف فاسدة في فخ الاسرة من الاخر لما بنجي نصحح المفاهيم تقوم قائمة الناس كأن العرف دليل شرعي هو صح دليل بس الدليل مختلف فيه العرف الصحيح يأتي يأتي بعد دليل القرآن الكريم ودليل السنة النبوية الصحيحة ودليل الإجماع إن خالف العرف القرآن أو السنة أو ناقد الإجماع لا يعمل بي وعندنا قضية كتير منها القضية دي لهو إجبار الوالي طبعا الوكيل لا يملك لأن الوكيل مجرد للرغبة لا يقدرش يغيرها إجبار الوالي للفتاة لها على أن تتزوج رغم أن فيها نقول له إيه بقى قال النبي الأول صلى الله عليه وسلم عفوا يعني بس أجيب الشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمته عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه فكل تصرف فيه إكراه باطل 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 يعني الوالي أو الوكيل أو الأب اللي يخرج للمأزون والشهود ويقول لهم تمموا الجوازة رغم أن البنت رفضة ده زوج باطل باطل قولاً واحداً وبعدين هو ارتكب جنايات أولاً ارتكب جناية قول الزور والله قرن قول الزور بأبشعي وأفضعي جريمة ألا وهي الشرك بالله شوف عبادة الأصنام أو الأوثان شوفوا صورة الحج فاجتنبوا الركس من الأوثان واجتنبوا قول الزور قول الزور فهنا كذب وليس الشأن في المسلم أن يكذب وأنا مش عايز يعني أقول شخصاً الموضوع لكن والله أخصم بله أنا أكرمني الله بخمس من البنات ما شاء الله زوجت منهن أربع وبقيت واحد أنا كان عهدي في الأربع بنات يأتي الخاطب الأول بسأل عنه من على بعيد طبعاً أشوف برضو وضعه الاجتماعي والأخلاقي وكذا ثم أقول له تعالى اجلس معها على انفراط في بيتي وأمكنه من أن يزورنا عدة مرات ولا أجلس معها في الحجرة ممكن أجلس في الصالة ويسامرها وتسامره طبعاً الباب مفتوح لأنه ممنوع للغلق حتى لا يكون خلوي ثم أسأل ابنتي بعد زيارتين بعد ثلاثة وبعد أنا ما سألت عن هذا الشاب أرضيتي به لابد أن تقول صراحة نعم مستريحة ولا مش مستريحة آه بالضبط في ثلاث بنات وافقنا مباشرة واحدة رفضت لم أتمم إجراءات الزواج لم أكملتش الجوازة لا 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 والله العظيم يقولها على هوا يسألهم الله أربع بنات زوجتهم في حياتي أجعل لهن حرية الاختيار أنا كدوري كأب كنت فعلاً زي ما قلت لك أسأل عن وضع الاجتماع أخلاقه أشوف طبعاً هل ده لقدر الله مدمن لممنوعات سلوكيات وإيه؟ لا شيء بطال لا شوف ما بتشكرش فيه أشوف يعني لا وأرسل بطريقة أو بآخر من يتعسس عنه فإن وجدته يعني مش شرط أن يكون ثري لا أنا كنت أغلب وأعمل مش بعاطفة الأبوة بحديث حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقاه أيوة هو ده إنما هيجي واحد الحسل أنت سألتاني في أول الحلقة بلطاقي وعايز ياخد واحدة بالإكراه وإلا يضربها أو يقتلها أو لا 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 المهم طبقت حديث حضر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إن جاءكم من ترضون دينه وخلقاه فزوجوه وإلا تكن فتنتهم وفسادهم في الأرض من اللي احنا نقولها إيه؟ اتق ربنا فيها طبعاً الإبنة الخامسة الأخيرة هي حديثة التخرج من الجامعة يمكن جاء لها بعض غير الأكفاء وخلتها أيضاً كباقي أخواتها تجلس والله العظيم تجلس استريحت كان بها ما استريحتش خلاص رفضت يعني جاء ثلاثة من الخطاب ولم تستريح فتنة يعني ما رضيتش طبعاً مثلاً الكلام يجيب بعضه زي ما يتقال يا مولان تلاقي مثلاً افترضنا جات البنت وقالت والله يا بابا أنا الموضوع دلوقتي مش في دماغي أنا خلصت يا دو بالجامعة وعايزة أبدأ بس إيه أشوف الأول مستقبل المهني أو إذا كان مزاجها أكاديمي فتقول والله أنا عايزة الأول مثلاً أحضر الماجستير وبعدين ربنا يسهل لا هي عللت عندي عللت عندي والله مش بالمهن يعني صاحي مساجلة دراسات عليا هي خريجي كليل تربيع عن شمس بجي جداً بفضل الله بشاء الله لكن ما عللت إليه بالمهن لا أنا أقول مثلاً أنا باتبطني مثلاً لا هي هنا عندي مثلاً البنت رفضت يعني جلسة جلسة معها بخلت بالزبط كده خلصاً اعتذرت الرجل بأدب وردت له هديته وانت رجل زي الفل بس ما فيش نصيب بس خلال ها قلت له كده وردت له قلت له احنا لا نعيب عليك وكذا لكن الأمر يحتاج إلى إخناع وطبعاً ده أنا تعلمته من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حياة السادة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء والصالحين طبعاً وعلى رأسهم الصحابة ده الخلق الإسلامي أن يكون الأمور تبنى على الإخناع وأنا بقول لحضرتك برضو ده أهداف الخطبة احنا الفلكلور أو العرف في العالم الثالث احنا فكرين أن الخطبة أن يأتي الشاب يعاين جسد الفتاة هذا خطأ خي هذا خطأ ده يتعاق شوف العلماء اللي هو الفقهاء يعني في الفقه التراث الموروس قالوا أن يتعرف كل واحد منهما على الآخر معرفة كاملة مش الجسد بس لا وبرضو احنا لا نهمل الجسد يعني سيدنا النبي عبد الرحمن بن عوف رضل عنك وكان خطب امرأة من الأنصار قال هل نظرت إليها قال لا يعني هو خطب كده بالسماع قال لا ارجع فانظر إليها فإن في أعن الأنصار شيئا يعني الشيء كده متوارس جسدي فربما لا تحبه ارجع عشان الحياة تستديم مش يبقى زواجه طلاء ارجع فانظر إليها فإحنا برضو نريد يا سيدي التوعية الأسرية لأنه يتعرف الشاب أنه هو يبقى فيه اقتناع طبعا وبعدين نفرض أنه رفض ليس هذه نقيصة خلاص مش نقيصة ولا مسبة ولا مذبة ولا معيبة معي حضرتك لأنه أنا برضو هقول للشاب اللي بيعتدي على الفتاة التي كان يريد أن يتزوجها كرها هل يرضاه لأخته؟ ده السؤال